على ما يبدو أن التوتر بين بغداد والكويت لم يقف عند حدود خور عبدالله عنوان أزمة الملاحة البحرية بين البلدين إذ أثارت الكويت حراكا دوليا مع مسؤولين في واشنطن والأمم المتحدة بعد مرور ساعات على تسليم السفير الإراقي في الكويت مذكرة احتجاج رسمية على ما ذكر في حيفيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية والتي قضت بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت المصادق عليها من البرلمان العراقي عام 2013 التبرير الكويتي للحراكة الدولية جاء تحت مسمى إلزام العراق باحترام التعهدات المبرمة مع الكويت تماما جاء هذا الحديث مفتاح تدخل المجلس الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الذي انضم إلى الصوت الكويتي بالاحتجاج على قرار المحكمة الاتحادية والتأكيد على أنه قرار خارج عن السياق وغير دقيق وبينما تتصاعد حدة التوتر بعد أن حولت الكويت الخلافة مع بغداد إلى خليجي ودولي ارتفع مؤشر التحذيرات في الداخل العراقي من خشية دخول العراق في توتر دبلوماسي مع دول الخليج من جهة وتحويل قضية خور عبدالله إلى أزمة سياسية من جهة أخرى خبراء في الحدود الملاحية أكدوا مرارا وتكرارا على أحقية العراق في خور عبدالله وفق تعهدات سابقة بين البلدين وهو ما لا تراه الكويت أو تجزم به على الرغم من ذلك فثمت غضب في الشارع العراقي على ما تفعله الكويت تجاه الملف الذي وصفوه بالمجحف بحق العراقيين والذي يفتح أزمة سابقة عنوانها انتهاك السيادة العراقية والتغول على حقوقها المائية والبرية عاما بعد آخر موسيقى